هناك أصوليات من ناحية أو سلفيات ومن ناحية أخرى هناك جنوح لحوة الاندماج في الغرب وكأن ما عندنا التقليد التكراري والذي هو قريب من الفكر السلفي والحداثة التغريبية كما كنا نتكلم عن ذلك في الإطار الموسيقي وهناك التقليد التأويلي المعادلة التقليد التأويل في كل الشؤون الاجتماعية والثقافية والسياسية والأدبية والموسيقية هي معادلة جدا مهمة وأظن أننا في عالمنا العربي المعاصر ننسى هذه الإمكانية أن نستطيع أن نأخذ أن نستنبط ما هو أساسي في ثقافتنا وأن نبني على منواله وليس أن نشتره وأن نستنسخه أن نبني على منواله لكي ننطلق نحو التجديد التجديد المتأصل جدا يبدو هذه الإشكالية قديمة يعني ليست حديثة أو ليست وليدة حتى عشر سنوات مضت ربما أكثر هي وليدة هي تنطلق من العصر النهضة العربية أيام جلالي الأفغاني وإمام محمد عبدو في الإطار الفكر الديني وأيضا في الإطار الأدبي وفي إطار الموسيقي مع عبد الحمولي في هذه المدرسة يعني الصراع بين التكرار أو الإختراب أو التغرب كليا هناك حل ثالث هو التعمق في ينابيع الثقافية الأساسية الجوهرية في أمتنا وأن ننطلق من هذه الينابيع لكي نحاكي المعاصرة وليس من مطلق الحداثة التي هي أوديبية يعني تقتل الأب نعم ترجمة نانسي قنقر